ازاي ايكو عاملين ايه وحشتوني جدا فيديو جديد النهاردة والريفيو ان شاء الله هيعجبكم الفيديو بتاع النهاردة لكل الناس الاصحاب اللي بيعملوا اه درما بين الفيديو ده ليكم الناس اللي عندها حاب بيديقهم شباب او فسفوسة بتطلع حاب اقول لكم الفيديو ده ليكم ركزوا فيه جدا وهتطلعوا بنتائج حيلة اه مش طول عليكم لايك الفيديو النهاردة وصار اسكرايب لو انتم تشغل طبعا عني اما حاجة فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله فيلا فاصل صغير تكونوا عملت كل ده ويلا تعالوا نركز مع بعض ونشوف الريفيو بتاع النهاردة هنقول في ايه خليكم معي نبدأ باسم الله في فيديو النهاردة وهنتكلم عن فيوسيدرمي كريم الكريم ده لازم يكون موجود في شمتتك في تسريحتك في اي حتة انترناوية التروحية الكريم ده رهيب رهيب اه اول حاجة كده ومعروف عنه انه هو ليحب الشباب تمام طيب هتكلمكم بس حاجات تانية حماسية الكريم ده حلوة اول الحبوب اللي بتطلع بعد ازالة الشعر بتحطي على بشرة تكون نظيفة خلاص انت الموضوع مش هيتطلع اي حباية ولا حباية ما تفونة بعد ازالة الشعر تمام هايز اقولك ان هو مناسب جدا للاطفال وكمان الكبار امن جدا جدا اول حاجة لما قلتلك علي ان هو بيأتي على الحبوب حلوة كمان بعد جلسات الدرما رولر بعد جلسات الليزر وازالة الشعر طبعا بعد ازالة الميكاب علشان بيطلع لنا حبوب كمان حلوة قوي لالتهابات منطقة الحفاضات للاطفال بنستخدم فيوسديرم كريم دايما اه 3 مرات يوميا او مرتين على حسب الحاجة او الاستخدام هو امن جدا زي ما قلتلكم فيوسديرم كريم بيحتوي على مادة فيوسديك اسد دي بتقدي على البكتيريا والفطريات كمان بيستخدم بعد الدرما رولر وبيستخدم 3 مرات في اليوم امن جدا عشان ميعملش الاحمرار اللي هو بيكون متسبب بعد الدرما رولر او الدرما بين بيعمل احمرار ده هيهدي جدا جدا وشيخلي ليطلع حبوب وكمان يعني هيضيع لكل اي 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 اصهار جانبية تمام بسديرم كريم وضد حيوي الخالي تماما من الكورتيزون عشان كده بقول لكم امن جدا للاطفال قبل الكبار امن جدا جدا اه في الالتهابات ومضد حيوي الالتهابات كمان بيقلل التقليل الحكة اللي بتكون موجود في الجلد نتجة بقى لتعرض الجسم الاشعة الشمس الجديدة وكمان خصويا لما بيديكي في فصل الصيف آآ بصوا آآ اللي هو لونه ابيض زي ما انتم شايفين كده يعني اقرب للكريم او اللوشن لانه كمان سريع الامتصاص فما تخفيش منه خالص آآ بيستخدم كمان لما يكون في حبوب بنستخدمه لعلاج الحبوب لمدة خمس ايام بالكتير آآ وثلاث مرات في اليوم تمام الحباية بقى اللي دايما بتطلع علينا قبل كل مناسبة وبتضايقنا استخدمي بقى الفيوسديرم كريم دوت وهتضايع لك الحباية ودي افضل كريم انه يضايع لك الحباية اللي بتطلع بعد اي مناسبة تكون موجودة داية فخلاص يعني آآ من اول نقطة من الفيوسديرم كريم هتحسي آآ بالفرق حقيقي لعلك حاجات كتير جدا عشان كده فقلت لكه في اول الفيديو لازم يكون موجود دايما عندك في شنطتك وفي تسرحتك ليكي والاولادك لانه هايل جدا وهو كمان ما فيوش اي مادة آآ من مواد الكورتيزون فخليكو فاكرين النقطة دي كويس لان احنا قليل جدا لما بنلاقي كريم يكونش في مادة الكورتيزون علشان آآ تضيع لنا كل المشاكل اللي احنا بنتعرض لها البنات والحبوب جزء لا يتجزأ من حبوب تحت الجلد والحبوب النتجة عن طريق ازالة الشعر ستدرم هاي للعلاج كل دوت والاماكن بيكون موجود فيها الحبوب وكمان مش بيخللها اي اثر هنستخدمه طلط مرات آآ في اليوم بكتيره قوي قوي خمس ايام وكل دوت هيكون مش موجود كمان بيقلل من من الحكة ومن تهيج الجلد وكمان بيخفف من اي التهابات بتكون موجودة بما اني قلت ان هو مناسب جدا للاطفال فهتسائل ان هو آآ مناسب للاطفال من سن كام فحب اقول لكم ان هو مناسب للاطفال من سن ست سنوات هايل جدا وامن جدا فما تخافوش من النقطة دي اسباب كتير جدا ومختلفة والنتيجة واحدة اللي هي ظهور الحبوب تمام طيب ايه هي هنكون عندنا انتداد في المسام بيكون موجود توطر الناس المدخنة النظام الجزائي اللي غلط كل دوت بيأثر وبيتخلي حبوب تطلع لنا طيب هنعمل ايه هنستخدم الفيسوديرم كريم اهم حاجة تكون على بشرة مضيفة وانه شفها كويس جدا جدا وبعد كده بندهن طلت مرات او مرتين في اليوم تمام دي الجرعة المناسبة وفي خلال خمس ايام بكتير قوي ممكن قبل كده هنلاقي اني مفيش اي حبوب طلعت اصحاب البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب دول اكتر ناس بصراحة محتاجين الكريم دوت لانه اكتر ناس محتاجا زي ما قلت لكم البشرة الدهنية بسبب بقى التعرق ده كل دوت بيعمل حبوب التلوس التراب اللي بيكون موجود في البشرة في البشرة او في الجو ده كل دوت بيعمل حبوب اه على الجلد وتحت الجلد فاحنا هنستخدم الفيسوديرم كريم اه بالنسبة بقى للبنات او للولاد هايل جدا ترطيبه حلوة قوي قوي اه ومفوش زيود كتيرة اه بيعملش الدهنانة يعني زي ما انتم شايفينه قدامكم كده اه الاتربة الغبار اه كل دوت حلوة قوي المضادة الحاجة في السيدرم هيتضيع كل دوت وامن زي ما قلت لكم مهم انتم ما تخافوش انه هو يكون في مادة الكورتيزون هايل ويخلي البشرة صافية مع الاستمرارية فجربوه على ضمنتي انا حاولت ان انا اقول لكم بسرعة كده ممكن نعمل اه 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 بالفيسوديرم كريم حابة كمان ااكد ان هو امن جدا على المناطق الحساسة لو في اي التهاب او حكة ممكن نستخدمه عادي جدا مش هيعمل اي مشكلة بالمرة بالعكس مرتين تلاتة في اليوم اه بكترنا اه يومين وكل دوت برضو هيكون اه مش موجود خالص غلب مراكز التجميل اه بتنصح بعد الدرما بين انهم ما يستخدموا الفيسوديرم كريم لانه هايل جدا اه كمضاد ضحاوي اه لكل ده حاولت ان انا اقرب لكم كده واعرفكم اه اسباب الفيسوديرم بنستخدمه في ايه والاسباب اللي بتخلي يكون في حبوب وبنحل بيه مشاكل كتير جدا يارب بتكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة لايك بقى الفيديو النهاردة واشتركة قناتي واتمنى ان انا اشوفكم على خير اي سؤال هجابكم علي ان شاء الله في الكومنتات اه شوفكم على خير بازن الله دمتم دايما حلوين وعا السلام اهم حاجة متنسوش لايك اشتركوا فيديو النهاردة